موسى التعمري هو أول لاعب أردني في التاريخ بيحترف في ملاعب أوروبا بلش مسيرته من نادي شباب الأردن وانتقل لنادي أودليفين البلجيكي ومنها لأبوال القبرصي وفي هذا الموسم انتقل موسى للدور الفرنسي عن طريق نادي مونبليه أكيد مر عليك اسمه خلال الفترة الماضية وخاصة لما سجل ثنائية وخرافية في شباك نادي ليون الفرنسي الأسبوع الماضي واليوم رجع وسجل هدف ولا أرواح في شباك نادي ريمز هذا اللعب صار حديثه الصحافة الفرنسية خلال مبارتين بس الكل بتغنى بلمساته الجميلة وسرعته ومراوغاته الرائعة وترى هذا الاشي مش جديد عموسى بالعكس أهدافه مع الأندريا اللعب فيها كانت خرافية هذا اللعب رح يكون له اسم كبير في أوروبا ورح يرفع اسم الأردن لفوق بإذن الله بعيدناد بتحب تشوف موسى في المستقبل